استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خطة التنظيمات الإرهابية لترويج لما يسمى بالاختفاء القصري في مصر ويأتي هذا ردا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات حيث أوضحت التنسيقية أن خطة التنظيمات الإرهابية تتضمن الإدعاء وتكرار وقائع اختفاء الأشخاص بمجرد صدور القرار بإخلاء سبيلهم من نيابة ودعاء وقوف مختلف الجهات دون التحقيق بجدية في البلاغات المقدمة